اشتركوا في القناة غير طبيعية في عالم كرة القدم بشكل عام خاصة ونحن نتكلم عن موسم 2019-2020 مش نتكلم في موسم 89-90 أو 79-80 نحن نتكلم في موسم 2019-2020 تقنية الفيديو، التحكيم، التطوير اللي حصل في الكرة بشكل عام في العالم وفي القرى الإفريقية خلال السنوات الأخيرة المداخل المالية اللي وصلت لها أرقام هذه البطولات الكبيرة كل ده بيتطلب من القائمين على تنظيم هذه المسابقات أن يكون هناك تحكيم إفريقي جيد يليغ بالمسابقة ويليغ باسم الكرة الإفريقية والاتحاد الإفريقي خلال الفترة الأخيرة لذلك أحداث مباراة النجم السحلي والأهلي بالأمس باعتبارها لم تكن جديدة وليست جديدة وستتقرر كثيرا خلال الفترة القادمة لأسباب بالتأكيد عن ناقشها في هذه الفقرة وأسباب هتكون واضحة للمشاهدين وأمور هتكون معروفة لكل المشاهدين والخطأ التحكيمي أو الأخطاء التحكمية ليست في احتساب لعب لكن هناك قرارات أو هناك تطوير أو هناك موضوعات متعلقة بالتحكم الإفريقي أهم بكثير من القرار اللي بيتخذ الحكم في المباراة لأن هذا القرار هو نتيجة لكل هذه الإجراءات اللي نتكلم عليها اللي بتوصلنا لهذه المرحلة من عمر المباريات ومراحل مباريات البطولة الإفريقية وتحديدا دور أبطال إفريقية تفاصيل كثيرة في هذه الحلقة وموضوعات عن التكلم فيها ودور اللجان والتطوير المفروض يحدث خلال الفترة القادمة وأيضا كمان قرار مجلس دارة النادي الأهلي بخصوص إرسال شكوى والتقدم بشكوى لدى الكاف بخصوص الظلم التحكيم الذي تعرض له الأهلي بالأمس أمام النجمة الساحلة التونسي كل هذا وأخصر بالتأكيد مع النقضنا الرياضي الكبير والمعلق الرياضي دكتور طارق الأدور دكتور طارق منور الدنيا وأهلا بيك أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين وطبعا كان نفسنا أن البداية الإفريقية سواء بالنسبة للأهلي أمس أو زمالك اليوم تكون أفضل من كده لكن خصارة لكل الفريقين مع طبعا الفرق في مستوى الأداء بين الفريقين مبارح والنهاردة لكن الحقيقة برضو ما كناش نتمنى زي ما أنت قلت في البداية كده أن التحكيم يكون بهذا المستوى طيب أبدأ مع حضرتك بأحداث مباراة الأمس الناس ممكن تتناول خطأ تحكيمي في لعبة أو لعبتين لكن هل ترى حضرتك يا دكتور طارق أن الأخطاء التحكمية دي رجع نتيجة عدم الاهتمام عدم التطوير التأخر في التطوير إيه الأسباب اللي إحنا لسه بنتكلم في الغاية اللحظة دي عن الأخطاء التحكمية المتكررة وفي أثناء الحوارة هنتكلم متكررة في أي اتجاه إن ده برضو جزء مهم ما نتكلم فيه ومعنا صور عن أعرضها حتى لكل المشاهدين لكن شفت الأخطاء وشفت القرارات والتطوير تطوير التحكيم نفسه إزاي في القرى الإفريقية ليه ما مش ظاهر للجميع بداية عايز أقولك أنا من الناس اللي ما حبش كتير أتكلم عن التحكيم بشكل سلبي ليه؟ لأن في الظروف الطبعية حكم ده بشر وبيغلط صحيح المفترض إن معدل الأخطاء اللي كان بتحصل زمان يقل لكن لازال الحكم معرض للخطأ لكن إحنا النهاردة بنتكلم على الأخطاء الفجة اللي هي إيه؟ اللي بتتكلم على الأخطاء الفجة اللي ممكن تقلب سير المباراة رأسا على عقب ممكن تغير تماما من موازين مباراة ممكن تغير أو تؤثر على نتيجة مباراة فإذن ليه أنا في البداية بقول حاجة الوقت شو بقول حاجة تانية ليه بقول في البداية أن أنا حبش كتير أتكلم عن التحكيم عشان ما يبقاش شماعة يعني إيه ما يبقاش شماعة؟ ما بقاش كل فرقة تخسر يقولك ده الحكم فرقة تتعادل مع فرقة صغيرة يقولك أصدح نكلنا ضرب الجزاء الكلام اللي هو بيحصل عندنا كتير في الدور المحلي وبنعزي به النتائج السلبية فبداية أنا مش حابب إن أنا أقول إن المبررات دايما هي الحكام يعني مش حابب إن أنا في النهاية ألخص الأول بإن الحكم هو السبب في دي أو حكم السبب دي عشان ما تبقاش شماعة وعشان كده كان سؤالي مش متعلق بالقرارات اللي حصلت في المباراة متعلق بالأزمة في حد ذاتها تطوير التحكيم الأفريقي لأن في النهاية اللعبة بتكون نتيجة إنه حكم غير مؤهل حكم غير مؤهل لإدارة مباراة حكم غير مصنف وأمور كثيرة جدا مش قرار فقط تمام إنما نرجع بقى ليه لسه التحكيم الأفريقي أنا يمكن كنت لها بوست صغير كده كنت بقول التحكيم الأفريقي عاد إلى عصر الجاهلية عصر الجاهلية يعني ما كنتش فيه كورة في عصر الجاهلية لكما نتكلم على إيه فترة الستينات والسبعينات والتمانينات لو أنت كنت تروح مباراة إفريقية تشوف العجب بس ليه ما كانش الكلام ده بيبان لأن مين اللي شايف شوية الجماهير اللي هي تبع الدولة اللي أنت فيها الأهل مثلا أو الزمالك أو المنتخب بيلعب في نيجيريا أو في الكاميرون أو في غينيا أو في أي دولة إفريقية اللي شايف جمهور البلد دي والشوية اللي هم اللي هتعدوا مثلا 50-60 نفر المصريين اللي هم الفرقة وشوية من الجالية فماكات الدنيا ما حدش بيشوفها بتعدي بتعدي يعني أنت مثلا بتتكلم على فترة الستينات والسبعينات لو مصر ليها مباراة في الكاميرون سواء بقى أندية أو منتخبات الكاميرون ما كاش عندها تلفزيون أصل انت عافك التلفزيون دخل الكاميرون سنة كم؟ سنة 84 سنة 84 ما كاش فيه تلفزيون في الكاميرون فبالتالي ما فيش تصوير ما فيش مباراة بتتنقل ما فيش أي حاجة بتنم عن المباراة عشان كده أنا لما ضربت في مقال حيصدر بعد قليل الأمثلة بالحالات الفجة دربت مثال بتلت أندية مختلفة عشان ما حدش يزعل تلت أندية تحاد السكندري في وقع تونيريا ويندي سنة 75 أما كان فايز في سكندريا 4-0 حكم يحسب ضرب الجزاء وجوله منهم أوف سايت فبقت النتيجة 3-0 فالحكم لقى أن 3-0 ومش نافعة برضو ما هو اتغلب و4-0 رح حصل ضرب الجزاء في ديه 90 عشان يرجع فريق تونير ونزل جمهور الكاميرون ضربوا على أسخنة لعبة الاتحاد اللي مشوا من مباراة واعتبروا منسحبين يعني كل ده واعتبر الاتحاد منسحب وخرج من بطول كاس الكؤوس ضربت مثال بالزمالك وإيمانة بطل زئير لما كان زمالك كاس بان 3-1 في القاهرة راح هناك 1-0 في المباراة الحكم لأ أن المباراة خلصت 1-0 يعني يخرج نادي إيمانة راح مديرهم ضرب الجزاء في ديه 90 نسحب الزمالك وخرج من البطولة الأهلي في عام 83 لما لعب نهاي دور الأبطال أمام كوتوكو كان فايز في السنة اللي قبلها بالبطولة طبعا فوز كلنا فاكرين وطلط صفر في القاهرة واحد واحد في كماسي لكن السنة اللي بعدها كان التعادل صفر صفر في القاهرة فبيلعبوا المباراة العودة وإذا بجون بانرمن يعمل أغرب أفسايد شفته في حياتي ولا يمكن تشوفه لأن التسلل اللي كان عامله في هدف كوتوكو دوت جون بانرمن من ناحية اللي مين بأكتر من عشر ياردات يعني الأفسايد بأكتر من عشر ياردات مش بنتكلم في يارد أو كتفة أو بتاع زي ما بنقول دلوقتي يعني واضح وضوح الشمس واضح وضوح الشمس ورغم ذلك كملت الكورة وجون بانرمن عاملها عرضية حطادها أبو كونيتي هدف فوز كوتوكو بالبطولة وبالمباراة ككل فدي نمازج صارخة لفضايح التحكين كانت في الفترة ديت وبالذات إن المباراة ما كانتش في تنقل يعني ماتش الأهل وكوتوكو ده فين وفين بعدين بخمس ستة أيام لما جاش ريت للمباراة فاكرين كلنا جول الخطيب التعادل اللي هو اللي جابه في كوتوكو وقتها لكن ما كانتش المباراة تتنقل ما كانش حد شايف تفاصيل المباراة فكان الحكام بيخطأوا أخطأ قاتلة ليه بقى مع تقدم التكنولوجي اللي أنت ذكرته ليه مع الفار اللي بقى ده يظهر طبعا ما بيظهرش في أدوار التمهيدية في النهائيات بس بتاعة البطولات ليه كل ده والحكام بهذا المستوى لأن فيه سبب واضح ومهم جدا لازال الحكام الإفريقي ما هواش ويل تريند دخل في معترك اختبارات كتيرة عشان يتطور مستوى زي الحكام الأوروبي تعالى كده بص على الحكام الأوروبيين المشاهير دلوقتي وتفرج عليهم هتلاقي وانت بتفتح دوري أسباني هتلاقي تشوف الحكام اللي هي المميزة دي تفتح دوري إنجليزي وانت بتفتح دوري إيطالي تشوف الحكام دي بيدير ما بين مثلا خمسين وستين مباراة في الموسم يعني الحكم موجود ممكن في الأسبوع مرتين الحكم الإفريقي لازال اللي جاي من بوتسوانة ده دوري بوتسواني ده إيه يعني هيضير له مباراة ولو مباراة في دوري بوتسواني ضعيف وما فيهش فيه محك وما فيهش فيه اختبارات اللي جاي من موزنبيق هقدر كم مباراة ولا أدار أولا أي مستوى بيدير به فمن ثم الفترة اللي فاتت دي ما شاهدتش أي تطور في مستوى التحكيم الأفريقي بسبب أن الحكام اللي جايين دول جايين من دول ضعيفة كرويا أصلا ما عندهش مسابقات بس ولا رئيس اللجنة عضم في المكتب التنفيذي وليس حكم بالزبط دي نقطة خطيرة دي نقطة بقى تانية من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي رئيس لجنة في الاتحاد الدولي هو طبعا ده بيعتم الاعتماد على حكام دوليين أبرزهم على أقل كولينا بالزبط مسؤول عن التطوير والتحكيم في أوروبا وفي العالم مزبط الاتحاد الأفريقي من رئيس لجنة الحكام عضوا في المكتب التنفيذي ليس حكما وهو تونسي وهو في المباراة اللي بيأطرف فيها عندها تونسي بلي بقى شايفين بعض المهازل الحقيقة اللي حصلت وشفناها في العديد من المباراة سواء السنة اللي فاتت أو اللي قبلها وشفنا حتى يا أخي ده أنت حتى وانت بتطبق الفار في نهائي بطولة كانت فضيحة السنة اللي فاتت الترجي والوداد أنا قريت صحف أجنبية كتير بتتكلم على أنها بتسميها فضيحة مش بصدقين مش بصدقين أن المباراة نهائية تقف لمدة ساعة ويه عشان الفار مش موجود والفار موجود ما أنه سهل لقاء ورح تطفي زرار ولا قطع سلكة عشانها قطع الفار يعني لازال كلام كله تماما لا احترافي كلام يعني لا يجب أن يصدر فيه مؤسسة كبيرة زي الاتحاد الأفريقي ما فيش مستوى حكام جيدين ولا فيه اختيار ولا فيه إدارة عشان تعمل منظومة لتحسين مستوى التحكيم فبالتالي المستوى الأفريقي ندخل بقى في التفاصيل اللي المشاهد بالنسبة لنا مهم جدا يشوفها ويعرفها لأن الفكرة في النهاية مش قرار فقط لأن الأهم من القرار الاختيار في حد ذاته أنا أعرى تصور لحكم المباراة ودائما حكم المباراة يا كابتن دكتور طارق بيبقى اختياره بناء على معايير مواصفات قيمة المباراة تصنيف هذه المباراة أهمية الفريقين الموجودين في هذه المباراة وأيضا تصنيف الحكم وتاريخه الدولي مظبوط كلامك مظبوط ده اللي بيحصل في أوروبا ولا يقطو أنت لسه بتقول دلوقتي أولا الحكم ده في أوروبا بيبقى ليه ستاتيستيكس خاصة به من الآتي عدد المباراة اللي قدرها والمباراة اللي قدرها دي محطوطة كده كلاس A يعني مباراة زي الأهل والنجم الساحية دي تعتبر كلاس A لأنها على مستوى القرى مباراة بين فريقين الاتنين أبطال أفريقيا قبل كده والاتنين منافسين أقوياء على دوري أبطال أفريقيا السنهادي والاتنين فريقين عملاقين على مستوى القرى والاتنين لهم جماهرية جماهرية مع المستوى مع الكمبيتشن نفسها المنافسة دي بتحط المباراة دي كلاس A يعني الحكم يقولك لو كان أدار مثلا 30 مباراة كلاس A أدار 20 مباراة منهم يبقى ده حكم كويس لأنه احتاج كتير بهذا المستوى وبعدين كمان بقى يجيب لك تفصيليا مستوى أداء الحكم على مستوى الدرجات المفروض التقريب ده سري ده مش للعرض العام مش لو فيه لجنة فنية أساساً يا دكتور ما فيهش الكلام ده بقى أنا بقولك المفترض أنا بقولك المفترض أنا بقولك في أوروبا في أوروبا كل حكم لملف فيه ملف موجود عند الناس وموجود عند الجمهور حتى العادي لو عايز أدور عليه يعني لو عايز أدور على حكم من الحكام الكبيرة في ألمانيا في أسبانيا في إيطاليا حكام اللي هم مجوم في السنوات الأخيرة حتى أداروا مباراة في مصر أقدر أفتح بمنتهى البساطة ألاقي ملف في الحكم أدار كم مباراة محلية كم مباراة دولية المباراة دي كم مباراة كلاس A كم مباراة كلاس B كم مباراة كلاس C وهكذا كم مباراة عنده فيها حسب كم إنذار حسب كم أكار تصفر بص يا كابتن لياقة الحكم إحنا في بعض الحكام المصريين لو فيه بس سنة حاجات مصري زي الصباحي اللي ما احنا كلنا بيحصلين بص ده في أفريقيا ده حكم دولي من 2006 بص دي مباراة مبارح بص لقطة مباراة مبارح يعني لياقة الحكم زي لياقة السيكوريتي اللي موجود معاه نفس الستايل بتاعت الحكم بص يا كابتن بص دخول تطري الحقيقة كان شكل سيء جدا عارف انت دايما بيضربه أمثلة بحكام في العالم فاكر بيرلوية كولينا ده ما كان حكم بص على الستايل المجموعة كلها اللي وقفة المساعدين واللعيبة والليين زمان كمان واضحة الصورة واضحة تحس كده الوزن والشكل والمستوى البدني كل ده لأن الحكم هبته من شكله عشان كده عارف حتى رغم مثلا الحكم الطويل طويل القامة الحكم اللي هو اللي شكله يعني مميز شوية كده في البودي فريم بتاعه رغم ان ده مالوش علاقة بقوانون الكورة لكن يقولك الحكم ده اللي هو له شكل ده ده هيبة يعني الحكم ده بيدي هيبة لنفسه بشكله باليقطه بمستوى البدني بالحاجات دي كلها بتديك درجة عند الحكم دي اللي في التقرير السري بقى من ضمن الحاجات ده في التقرير السري الحكم ده قدر 30 مباراة دولية طب تقاريره ايه واخد في دي 9 من 10 واخد في دي 9 ونص واخد في دي 8 من 10 واخد في دي 8 ونص يبقى اذا الحكم ده تقاريره كويسة غير حكم واخد 7 و 6 ودرجات سيئة ده بيتحط في الاعتبار طب احنا عندنا في ملف الحكام بتوعنا بيتحط في الكلام ده للأسف لا فيه في افريقيا بيتحط الكلام ده للأسف برضو لا كلام ده بيتعامل على المستوى العالي فقط في اوروبا كل حكم عنده تقريرين تقرير معلن اللي هو الرقمي وتقرير سري اللي هو بتصدره لجنة الحكام سريا بقى فيها كده تقرير الحكم مستوى اداءه ضربات الجزاء الاحتسابها سليمة ولا مش سليمة الانذارات وحالات الطرد والكلوت وكلام من ده كل دي بتبقى من سلطة اللجنة الفنية داخل اللجنة طيب هذا الحكم لو احنا بنتكلم عن التقارير الفنية زعابي بتتكلم عليها وده مش موجود في الاتحاد الافريقي ما فيش أصلا لجان فنية وده المشروع للمكتب التنفيذي الأسبوع الماضي اعتمدوا كقرار عشان الخطوة القادمة ان يكون فيه تطوير وإصلاح لهيئة التحكيم في القرى الافريقية ومن ضمن هذا المشروع ان هيكون فيه لجنة فنية لجنة للتطوير لجنة للحكام ويرقصها حكم دولي سابق في القرى الافريقية ده مشروع اللي هيحصل انت محدش عارف هيحصل ازاي محدش عارف بس اختيار الحكم ده كان موجود في كاس الأولى الافريقية الأخيرة في مصر ودي كان اكبر حدث افريقي خلال الفترة الأخيرة مظبوط قدر مباراتين ما هو بص انا حقولك انا حاجة للأسف الشديد ان التحرك اللي انت قلت عليه ده دلوقتي ما جاش من التحاد الافريقي جام نين من القائمين من التحاد الدولي انفنتينو ما هو انفنتينو اعلى انفنتينو اما اعلى قالك انا عايز اعمل دوري اوروبي دوري اه دوري افريقي اه لفيه عشرين افضل نادي ومش عارب ايه الكلام افضل عشرين نادي طبعا ده ما ينفعش مع دوري ابطال افريقي يعني لو تعامل النظام ده حيلغي دوري ابطال افريقي حيبقى مفيش حاجة اسمها مش هتلعب مسابقتين ومزدادة دوري افريقي هتلعب عدد كبير جدا من المباريات فمستحيل نادي عنده ارتباط محلي وحيلعب دوري ابطال افريقي وحيلعب دوري السوبر ده دوري المحترفين ده بتاع افريقي هو هدف منها مالي اكتر بس قالك ايه انفنتينو هو الحاجة الحلوة لا لا هو ما عارفش قال كلام كده احنا ما ينفعش معنا خالص لكن قال حاجة في وسط الكلام هي الحاجة الايجابية جدا قالك احنا لازم مستوى التحكيم يرتفع طبعا لان معروف لدى العالم كله ان لازم مستوى للتحكيم الافريقي متواضع جدا وبيخطأ اخطاء كارثية ما فيش مشاكل انت بتشوف طراط اوروبا اخطاء كتيرة وتشوف الفار بيكتشف خطأ يعني جول جيه جول جيه هنا بس هنا الخطأ يختلف عن الخطأ يعني الخطأ بتاع الكارت الاحمر لعيمن اشرف ده خطأ في تطبيق القانون مظبوط هو خالف التعديلات اللي تمت على قانون اللعبة في مسألة الطرد المباشر مظبوط وده هنا ملوش علاقة بقى بالخطأ التقذيري ما هو ايه هنا الخطأ بيختلف انا مش عايز اتكلم على الخطأ لسه ما دخلتش في الخطأ نفسه وقانونيته بس انا باتكلم بشكل عام فيه اخطاء بتحصل وبنشوفها في الدوريات الاوروبية بنشوفها الدور الاسباني في الدور الانجليزي في الدور الالم كل يوم بنشوف اخطاء النهاردة كان فيه اخطاء في المباراة النهاردة شفت تنفيذ الراكلة الحرة بتاعت برايتون امام ليفر بول والحكاء ولسه بيزبطوا الحيطة راح دخرج الكرة كده دخلت جول وكانت ممكن تقليب سير المباراة تمام يعني عايز اقولك ايه لسه فيه بعض الاخطاء لكن مفيش اخطاء فجة مفيش حاجة بهذا انا عمري ما شفت مثلا لعيب نرجع لكرة بقى مبارح انت دلوقتي اولا الكرة في الهواء يعني لازم عشان انا اخد قرار الطرد تكون الكرة برا منطقة الجزاء والكرة هنا دخلت منطقة الجزاء تكون برا منطقة الجزاء ويكون في حوزة اللاعب يعني كرة طايرة في الهواء اعتبر ان اللاعب ده في حوزته كرة وفرصة لتسليل هدف مؤكد كل هذه المعايير غير موجود نمنا اتنين اصلا الكرة مفيش فاول يعني الكرة اما تعادت من كذا زاوية مفيش فاول اصلا اللي تنشط دين في بعض ولو نفترض ان هي فاول يا دكتور طارد ولو نفترض ان هي فاول يعني في معايير للطرد المباشر الطرد المباشر مش متوفرة في هذه اللاعبة الطرد المباشر لازم تكون الكرة برا منطقة الجزاء لان الوقت تلاجت العقوبة السلسية فبقى لو انا عرقلت لعب منفرد تماما وعند فرصة محققة لتسجيل هدف كان زمان ايه يا اسمان العقوبة السلسية انه بتحسب على اللاعب ضرب الجزاء وان اللاعب بياخد كارتة احمر ويضطرد وان اللاعب ده بتوقف من المباراة اللي بعدها فخد تلات عقوبات ان اللاعب مش هيدعب من المباراة اللي جاية وان تحسب عليه ضرب الجزاء وانه اضطرد من المباراة دي نفسها يتعاقب على خطوة اكثر من مرة فبيقولك ايه طبعا اسكت انا اللاعب اللي هو داخل ومفرد وعند فرصة تسجيل هدف مؤكد انا اضطيته ضرب الجزاء يبقى عوضته عن الهدف المؤكد بفرصة مؤكدة للتسجيل لانه تعطبت ضربة الجزاء فرصة كبيرة للتسجيل هدف فاتلاغت فبقى لازم لو اتلاغت الطرد من جوه منطقة الجزاء بقى ايه انذار انذار وراك الجزاء يعني لو انا انذار وراك الجزاء فيقوم انا ايه خفطت العقوبة اللي كانت بتسمى زمان العقوبة السلسية اما بقى لو هو جاي من بر منطقة الجزاء فهو ما عندوش لو خد فاول مش فرصة مؤكدة للتسجيل زي ما كانت عنده فرصة وهو منفرد فهنا بيأطرد طب اسكن انا الكرة كانوا على مشارف منطقة الجزاء والكرة في الهوى يبقى ازاي انت ده خطأ جسيم في تنفيذ القانون من اللعب لمدة 77 دقيقة من 90 دقيقة في المباراة واثر طبعا بشكل كبير جدا على كل القرارات اللي اتخذت بعد الدقيقة 13 قرارات بغير محصول من اول لمسة وعرقلة عمر السلية بهذا القدر اللي فيه عنف غير طبيعي في وسط الملعب في اول 3 دقايق توقعت المباراة هتتصير بنفس الشكل لان الخطأ اللي تعرض لعمر السلية في بداية المباراة على الاقل على الاقل يكون فيه تحذير او انذار لم يحدث تحذير ولم يحدث انذار رقل الجزاء الحسين الشحات لم تحتسب فاول رمضان صحبي على حدود منطقة الجزاء من ناحية الكورنر في نهاية المباراة لم يحتسب قرارات مؤسرة وفاول واضح جدا وفاول من حتى يعني انت كان مؤسر جدا لم يحمي اللاعبين من القرات العنف والقرات المشتركة ما بين الطرفين كمان الموقف اللي حصل اثناء المباراة باندفاع الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي نحو دكة بودلاء الاهلي اثناء المباراة والحاكم الرابع استدعى حاكم المباراة كان المفروض القرارة يكون اقوى من كده لان فكرة ان المساعد او الجهاز الفني يتحرك من المنطقة الفنية ليه ده هنا فيها طرد مباشر مش انذار هنا فيها طرد مباشر كل القوانين اللعبة امبارح لم تنفذ في المباراة اطلاقا الحقيقة انا زي بقولك امبارح كان مستوى تحكيمي سيء جدا 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 وان كان يعني عشان ما نخوضش في هذه النقطة كتير انا شايف ان الاداء اللي قدان نادي الاهلي بالرغم من ظروف المباراة وبالرغم من بعض عدم التوفيق في بعض عناصر كده في المباراة نفسها ممكن نقولها كده ان مثلا ان انا كنت شايف ان كان مثلا ميبدأش ب4-1-4-1 الطريقة اللي بتلعب بها مع الجونة بتلعب مع الجونة فيلر ام بلعب مع الجونة في دور مصري غير ملاعب النجم السحيلي وعلى ملعبه كان مثلا ممكن يبدأ بقى اليو ديانج بجوار عمر السولية ويبقى معهم كمان افشة يبقى 3 في نص الملعب يملو منطقة نص الملعب وممكن دي كانت تبقى يعني شوية تعمل لكن كل الموازين اتقلبت خلاص بعد الطرد ده هتكلم في النقاط الفنية دكتور طاري بس عايزة اتكلم برضو على ان النادي الاهلي النهاردة اعلن رسمي انه تم تجهيز وتقديم بشكل الاتحاد الافريقي مخصوص الحكام وما حدث في مباراة الامس ومش مباراة بس امبارح لا ده كمان في تجميعة لمباراة كثيرة خلال الفترة الماضية ولو فتحنا الملف مش عايزة اقول معنى يكون سلبي بس لو فتحنا ملف التحكيم الافريقي في المباراة الافريقية مع النادي الاهلي تشعروا كأنها في اتجاه واحد او مع نادي بعينه منذ مثلا 2007 ازهاب والقياب مع النجم الساحلي 2012 او 2011 قصد مع الترجي التونسي مش نادي بعينه دولة بعينها بالضبط وحتى معنا لقاطات حتى لقاطات تحكمية الكل كان بيعرضها من مبارح على هذا الملف دائما بيتقرر في نفس الاتجاه في نفس الموضوع انت ناسي كمان ان مباراة النهائية مع الوداد في المغرب لما الاهلي بيطلع كورة بيطلع كورة عشان لعيم مصاب من الوداد يقوم يتلاعب بهذا الشكل ويجي منها هدف الاهلي كانت مباراة النجم ضد الفير بلاي كان قريك اتوجو في مباراة النجم اللي هي اتنين واحد في سوسا لا انا اتكلم على نهاء الاهلي والوداد العام قبل الماضي اللي هو اللي كان الاهلي العادل هنا واحد واحد المباراة العودة كسب فيها الوداد واحد صفر بهدف كان من كورة طلعها دفاع النادي الاهلي على انه يتعالج مدافع في الفريق الوداد واتلعبت الكورة على طول رغم كده يعني رمية التماثل مفهود انت تلعب رمية التماثل للاهلي الفير بلاي بيقول كده طبعا انا طلعت الكورة انت تلعب لعبوا الكورة هجمة واتلعبت عرضية وجابوا منها الهدف واحتوصي طبعا الهدف وبعد كده انت شايف الاهلي كان يضربتين جزاء ما تحسبوش في وطحين ووضوح الشمس نفس الحكم اتحجم الاهلي تماما في هذه المباراة عشان ما يرجعش للمباراة تاني وكان في امكانه انه يرجع كان فيه انفرادين لمؤمن زكريا ربنا يشفيه ان شاء الله وكان فيه يعني كذا فرص للاهلي كتيرة والحكم وقف ضد كذا كورة كان فيه واحدة مش افسيت خالص كان على مأسكر اجيئة ومؤمن يعني لو كانت كملت كان حيث انفرد بالمرمى وحكم وقف الهجمة وحسبها تسلل والاعادة بينات انها ما كانتش تسلل خالص يعني منكلم على كور كتير في مباراة هائية تحسم لقب فعوضنا على الله في الحقيقة بمستوى التحكيم الدكتور طارق محمد بركات في 2007 في ملعب سوسة تم شده من الشورط والتيشرت في منطقة الجزاء وكتراك للجزاء وانت تحتسب اهي قدامنا اللقطة اهي اه تمام من مجد تراول كان ساعتها العاف في النجم الساحلي ايه ابو تريكا في مباراة اخرى مع النجم الساحلي في دوري المجموعات كانت راك للجزاء مباراة العرجون راكلتين جزاء لابو تريكا وليه هو مايكل انرامو اللي جاب كورة فيه مايكل انرامو والجول بتاع السنة مايكل انرامو السنة ديت الاهلي خرج قدام التراجي السنة اللي بعدها في دوري المجموعات قدامنا هي بص كرة طايرة يالا بلعب رسال بالضبط قدل ايد والطايرة ده طبعا السنة اللي بعدها على فكرة على طول الناس بس نسيت كان ماتش الاهلي والتراجي برضو وكل الاهلي عايز يكسب عشان يدخل سيمي فاينال من دوري المجموعات اتعادل فريق التراجي بجول كان اوف سايد بمسافة برضو خمس ستة ياردات ووضوح جدا وكان هدف التعادل بتاع التراجي من اوف سايد والتحاسة من اوف سايد والاهلي خرج من البطولة وقتها يعني عايز يقولك ايه انت لو عديت هتعد كتير قوي من البطولة صحيح برضو عشان نكون امينين ان ساعات الاخطاء بتصب المصلحتك وساعات بتصب ضدها لكن احنا نتكلم على الاخطاء الفجة ما هي الاخطاء الفجة دي حقا مباراة الاهلي وترجق لامبتي الفيفا اوقفه بسبب الرشوة اه بالزبط اذا لا تستبعد في هذه الاخطاء الفجة انه ممكن يكون خطأ في تقديري او خطأ انه هو ما كانش زوية الرؤية لها الكلمات الفنية اللي ممكن المحلين يقولوها زوية الرؤية مش واضحة ما شافش اللعبة كويس المساعد هو اللي دبسه في اتخاذ القرار دي عرابة ايه لكن في لعبة زي دي او في لعبات زي دي بيزبط بعد فترة ان الخطأ مش تقديري لا بس انت عايز اقولك على حاجة انا برضو مش مع مش مع ان انا نركز على الاخطاء العابرة يعني مثلا فاول ما حسبوش دي مش مشكلة لكن انت تتكلم على خطأ في تطبيق قانون خطأ فج جدا باحتساب مثلا ضرب الجزاء ملاحش اي علاقة بدربات الجزاء خطأ فج جدا بانك انت بيجيب جول سليم ويتلغي وهكذا يعني الاخطاء الفجة دي لو شفنا كم المرات اللي خاصرت احنا عادينا وحنا بنتكلم كده من الزاكرة افتكرنا عشر حالاته بالضبط سواء الاتحاد الزمالك الاهلي وذكرنا للاهلي ادي قد بتاع مثلا سبع تمن حالات في بطولات مختلفة ضاع لقب من النادي الاهلي بسبب الحكام يعني عايزين نقول برضو ان ما لم يتطور لان قيمة البطولة زي دوري ابطال افريقيا دي كان ممكن تبقى كده عشر مرات لو لا عنصرين مهمين جدا مش عايزين يتطوروا بالقدر الكافي في الكرة الافريقية نمر واحد فيهم التحكيم طول ما انت عندك تحكيم بهذا المستوى يبقى حتخلي البطولة دايما الفرق تشعر ان قراراتها unfair ده نمر واحد نمر اتنين بقى وده مهم جدا الملاعب لذال احنا حتى يومنا هذا بتلعب على ملاعب ما ينفعش تمشي عليها شوية جاموس او بقر يعني ما ينفعش تطرع فيهم الغنم فيهم يعني لذال حتى يومنا هذا بعد التطور الرهيب ده اللي احنا عايشينه اننا بنلعب على ملاعب بهذا الشكل بسوا في ملف التحكيمة دكتور طارق هو تطور ولا فساد لان انا مش شايف التطوير بمعنى كلمة تطوير ان انا بهيكل لجنة الحكام بشكل عام بعمل لجان فنية بعمل لجان التطوير بدخل في عمك الشغل الفني للحكام لكن انا مش شايف خالص اي شغل الفني لجاية شهر 11 نشعر من خلاله انه حصل تطوير لا شيء لا شيء بدمر بس انا حلقص لك الكلام فيه حاجتين اول حاجة تحادر افريقي رغم ان موارده بقت ضخمة جدا حقيقة ورغم ان دور الابطال دي جوائزها ارتفعت وبقت مرضودها المالي والعائد بتاعها كبير جدا وجوائزها زادت 3 اضعاف يعني عن من 7-8 سنين زادت الجوائز 3 اضعاف ده معناها ان انت بطولة بالدر دخل عشان البطولة دي بقى لها مصدقية يبقى انت لازم تبقى فيه برنامج بروجرام كورس بنسميه كده في اي الاتحاد افريقي او اتحاد قاري او اتحاد دولي ان انا عندي المدربين اعمل لهم ايه اعمل مثلا اللي هي دورات التدريب اللي بتاستعرض احدث الطرق الحكام بعمل لهم تدريبات على المستوى بتاعهم ازاي بعمل لهم احتكاكات ازاي بحطهم تحت المجهر ازاي بعمل لهم تقييم ازاي عشان حتى الحكم يعرف الحكم من شاكلة هذا الحكم يعرف انه هو لما يدير بهذا المستوى المترد دي مش هيدير مباراة تاني ماهونا ايه الملف ده لو انا مش مسجله عادي بعد شوية الناس هتنسى ويرجع يا حكم تاني مباراة تانية ويعمل مصيبة تانية فانا لازم يبقى فيه تطويل يبقى ده نقطة نمرة واحد ان لا توجد حتى الان استراتيجية لتطوير مستوى التحكيم نمرة اتنين ودي مهمة جدا 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 اسأل اي حكم كيف من اين لك هذا من اين لك هذا المستوى من اين لك هذه الخبرات من اين لك هذا القوام من اين لك هذا البرفورمانس المستوى الاداء بتاعك الاحترام هيقولك من الخبرات اللي اكتسبتها تلاقيه ادار مثلا لو حكم في الدول الاسباني سبعين تمانين مباراة لبرشلونة خمسين ستين مباراة لريال مدريد مباراة في دورة ابطال اوروبا مباراة في تصفيات كأس الامم الاوروبية مباراة في نهايات كأس الامم الاوروبية في كأس العالم فين الكلام دوت عندنا انت عندك اعلى حاجة يجيب حكم ما عندوش فكرة يدي الكأس الامم الافريقية فيبقى وصلك مرشين ثلاثة ده في خطأ كمان في اختيار الحكم جوشو بندو اللوة بتسواني اخي المباراة للاهل في بطولة افريقيا قبل الراحة عشان دور المجموعات مباراة مين؟ كانوا سبورت بطل غنيا مباراة الناف في برج العرب كان هو اللي بيدرها اه اول مباراة الالف دور المجموعات مع نجم السحليمي اللي بيدرها مقرر نفس الحكم بالزبط كده يعني حتى فكرة الاختيار يا دكتور طاري اساسا مش عند لجمة الحكام عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان كنت مش مسجل حاجة انت ما عندكش اي بيان بان ده ادار ايه وده ادار ايه لا بالصدفة كده حط ده هنا وحط ده هنا وحط ده هنا من غير ما تعرف كده ان السي في بتاعه وانه ادارة السنة دي حتى كان مباراة الحكم اللي ما بيتم اختياره حتى انت تشوفها في البطلات الكبير يجو كاس عالم مسلا انا واخد 33 حكم مسلا انا مش فكرة على هذه المقارنة لانها مقارنة ظلمة يعني حركة بالقارن اوروبا وكاس العالم والاتحاد الدولي بما يحدث في التحكيم الافريقي انت عايز تطور التحكيم ولا انا لازم تمشي زي الناس اول حاجة اجيب رئيس لجمهة حكم دولي سابق معروف للجميع بيفهم لان رجب عضو مكتب تنفيذي يا دكتور طاري محدش يقدر يغيره ولا يشيله عضو مكتب تنفيذي صاحب قرار وصلتة انتخابية زي رئيس الاتحاد الافريقي عارف دي بفكرتني بايه بالشغلانة بتاعتنا عند الاتحادات بتاعتنا عارف ايه فلان فلاني عضو مجلس ادارة مشرف على رجم الحكام فلان فلاني مشرف على المنتخب الوليمبي فلان فلاني مشرف على مش عارف ايه هو مشرف هو اللي بياخد القرارات واللي بيسلك كل الامور بتاعت الحتة دي فعارف حتى انا يعني عجبني ايه عجبني وبعدين ما عجبنيش صحيت من نوم تاني اما جامل الاتحاد اللي فات ده بتاع كرة القدم الاتحال ده او الاستقال ودول او اقيله يعني او خبالك اما جوم فاول ما جوم قالك بس هنلغي حكاية الاشراف دي فلان مشرف على المنتخب الوليمبي فلاني مشرف على المنتخب الاول يلغوا عشان الهرج والمرج اللي بيحصل من حكاية الاشراف دي مشيت الحكاية شهر كده وقرحوا رجعين تاني كل واحد بقى مشرف على لجنة ورجعنا كما كنت فعايز اقولك ايه المفروض اني اني لازم ادي العيش لخبازه انت عارف مثلا ايه اما تجي تعمل المستشفى انت راجل مستثمر انت هو ما انتش دكتور هتعمل ايه هتجيب دكتور يبقى هو مديل المستشفى ما ينفعش قالب بيه ان انت بتجيب واحد من التخصص ده عشان يديل المستشفى انت بقى مستثمر بتشارك بفلوسك ده موضوع تاني فنفس الكلام حكم انا جيب واحد من بيتهم او واحد عضو مجلس ادارة او واحد يعني بيتفرج على كرة زي زوج الجمهور ما يعرفش يعمل استراتيجية للتطوير اجيب هو يبقى هو المسؤول الاول والاخير عن ملف التحكيم كله طب هيعمل منين هيقيم منين هيحط منين ملفات يعملها المفروض دلوقتي الكلام اللي انا بتقولي بتقارن لا مانا لازم اقارن اقارن ان هو بيعمل ايه ده في كاس العالم بيجي من اول انا اخترت مثلا 35 حكم 35 حكم دول يطلع ملف طبعا الحكم حاجات الاحصائية موجودة موجودة في الموقع موجودة في الموقع الاحصائي كلها انه حسب كم فاول واللعب الـ position time ادي ايه بتاع الفرقة دي وفرقة دي وحسب كم خطأ وعمل كم ضرب الجزاء مسافات جاري وقد ايه تقييمه تقييم الرقمي ده مش المفروض مثلا ان انا ك اعلامي او حتى مشجع اعرف ان الحكم ده خد كام لديه سرا سرا طبا سرا بقى الملفات طب فين الملفات دي فين الرجل ده اتوجه ده بتاع الرجل بتاع بيارح ده اه فين تقييم بتاعه انه هو مسلا خد في المباراة دي ستة من عشر فما يفعش انه يدير لفترة كبيرة المباراة اللي هي على مستوى عام فين فيكتور جميز فين بالزبط انا مستغرب من اختيار فيه حكام مباراةهم ما بيحصلش فيها غلطة يا دكتور طارق ما بشوفهمش يعني يوم ما توقف جهات جريشة حد عارف جهات جريشة توقف من مين محدش ولما رجع رجع ازاي اه ولا حد عارف وهو كلها كده خلطبيطة قرار فاردي وبيحصل من غير اي يعني مثلا جوشوى قوندو ده ممكن تلاقيه بعد شهر بيدرلك مباراة مثلا الوداد والترجي عادي خالص وناس بتنسى ويخش حاكم تاني ويعمل تاني مصيبة ولا يعمل اي حاجة تانية وخلاص لكن لو انت مسجل انا لو مسجل عندي حاكم ده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه انت ساعات بتلاقي اخطاء سازجاوي في تعيين حكام حتى في الدور المحلي عندنا تلاقي ايه حاكم قادر لفرقة واحدة يجي سبع تامن مباراة ما قادرش في فرقة تانية ولا مباراة رغم ان هو حاكم مميز طب انت ليه تعمل الديسكرمينيشن ده وتحطه كتير في ماتشة فرقة معينة وما تحطوش لفرقة تانية خالص بحيث ان ده نتيجة ايه مفيش ملفات مفيش حاجة متسجلة عشان انت اتطور التحكيم نمرة واحد لازم يكون فيه استراتيجية والاستراتيجية مش هيقوم بيها ناس جهلة مش هيقوم بيها عضو مجلس ادارة اول حاجة تتغير المنظومة المشرفة عن التحكيم بالزبط تجيب بقى ناس من عتاولة واحنا كان عندنا حكام كتير ادار ومباراة كبيرة في كاس العالم وعندنا كابتن جمال غندور ادار في دوري ابطال دوري بتاع ده كاس الامر اوروبية يعني ادار كاس امم اوروبية لازم ناخد الخبرات بس كمان ما نحطش فيها اي مجاملات يعني انت بتاخد خبرات تبتدي بقى تمشي سيستماتيك تمشي ازاي ان انا عندي استراتيجية للتحكيم عشان اطور التحكيم ده اعمل ايه اختار الحكام ازاي اقيم الحكام ازاي اعينهم في المباراة ازاي كل حاجة محسوبة حيث ان انت في النهاية تطلع بقرارات تحكيمية حتى لو فيها اخطاء تكون ايه مقبولة لكن اخطاء تقديرية مش فجة بهذا الشكل بهذا الشكل صح ايه مضبط طيب جزئية تانية عايز اتكلم فيها برضو وهي فكرة التطوير اللي هيحصل هل التطوير اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية هيكون مرتبط ان تجربة حكام جدد ممكن يظهروا في البطالات الافريقية ولا التطوير اللي هيحصل ممكن يكون مرتبط بعمل لجان فنية يكون لها دور على الحكام في الفترة اللي جاية ولا التطوير ده من خلال تطبيق تقنية الفيديو في الفترة اللي جاية في المباراة الافريقية ولا التطوير في اي شكل يعني حقا نقد رياضي كصحف واعلام كبير ومعلق رياضي وبتقرى خبر زي ده في المكتب التنفيذ لما يقول لك اعتماد تطوير واصلاح المنظومة التحكمية خلال الفترة القادمة اصل هي مش كلام ما هو انا برضو عايز اوصل لك ان هو مش بالكلام مش بالكلام انا اقول اعمل منظومة طب فنة منظومة دي معمولة ازاي انا في اي مجال انا مثلا عشان اطور اي مجال في البلد اي مجال ابتدي اجيب ناس متخصصة في المجال ده يبتدي يحط استراتيجية استراتيجية اسمها استراتيجيك بلانينج اشوف انا عندي ايه الادوات اللي هستخدمها عايز اوصل لفين الهدف التارجيب بتاعي وادوات التنفيذ ايه لازم الكلام ده يبقى بنقل على دراسة ده كل ما يسمين الاستراتيجيك بلانينج ده او الخطة الاستراتيجية لأي مجال لازم لها عناصر عشان أحققها وعشان أخذ منها الهدف المطلوب هل ده هو اللي موجود؟ أنا أشك جدا ومش شايف قدامي بمجال الأمانة لا شايف قدامي في حد مسؤول عنده خبرات ولا شايف خطة واضحة واضحة المعالم اتقلت عشان تطور التحكيم ولا شايف أن في ملفات بتتعمل عشان تدرس بشكل جيد ولا شايف حتى حاجة بتوريني أن مثلا يتم انتقاء حكام من مستوى تاني سواء في الجسم في الشكل في اللياقة في المنتاليتي العقلية دي مهمة جدا بالنسبة للحكم تعامله مع المباراة وتعامله مع أجواء المباراة دي مهمة جدا في الشخصية وفي القدرة بتاعته فأنا ممكن أجيب حكم أو شخصية تعبانة ونحية بدنية تعبانة واعد أصرف عليها مليارات مش هيطلع حكم كويس برضو ما هي دي برضو موهبة خلي بالك الحياة كلها موهبة انت لعيد كورة موهبة حكم موهبة مدير فني موهبة فأنت ممكن تجيب حكام على شكلة الراجل أندو بتاع المباراة ده واعد أصرف عليه مليارات مش هيطلع منه حكم برضو ما قاله في النهاية في لجنة التطوير أو لجنة فنية هتقول لك من البداية لا يصلح ما هو بقى فيش ما فيش حاجة خالص من اللي احنا بص خلينا أقول لك صفر ما فيش أي حاجة معمولة صح طب النادي الأهلي تقدم أو جاهز ملف لهذا الموضوع ومدمج فيه أو موجود فيه ملفات تحكمية أو مباراة كثيرة وحالات كثيرة تتوقع الاتحاد الإفريقي شكوى رسمية زي دي من النادي الأهلي سبق قبل كده كانت شكوى من نادي الوداد وتوقف فيها جهاد جريشة في مباراة نهاية إفريقيا بعد الشكوى بالضبط في ساعات قليلة ما خديتش وقت بل بالعكس الإقاف تم إرساله عبر القناة الإعلامية لكل الصحفين والإعلاميين في القرى الإفريقيا حدث لأول مرة يحصل أنت عايز الحق يعني طب أنا الوقتي قندو ده جوش وأندو ده توقف طب ما استفدت ما يتوقف أنا استفدت المباراة نفسها أنا خسرتها يعني أنا خسرت المباراة بخطأ فج وبحاجات تخزت خلال المباراة أصرت تماما على سير المباراة طب أما يتوقف وأنا خدت إيه استفدت إيه إثبات موقف ممكن تبني عليه بعد كده أنا عايز أقولك للأسف ما فيش حاجة حتخدها من الشكوى ومن أنت تقول الحكم ده لأ مش عايز ده أو عايز ده لأ كل ما في الأمر بس يعني أنا أقولك أنك هتستفيد منه لأن عشان نقول برضو أنا أقولك بمقنتها الأمانة وعلى قناة الأهل أنت الفايدة الفنية مش هتستفيد ما هي المباراة خلصت وانتهت وانتيجة حصلت ما هذا معروف في العالم كله إنما إنما أنت ممكن تستفيد إيه ممكن أنت كده عملت عيار في الهوى كده إن أنت لأ أبقى يا جماعة ما ينفعش الأمور المتكررة عبر سنين عملة تتكرر هي هي بأخطاء فجة بأحاجات مش بفهوم هل هي رشوة هل هي مستوى تحكيم ضعيفة لا لازم بقى نعمل ونقف عند حد فدي حتخلي الاتحاد الأفريقي يصحصح شوي بس يصحصح قد إيه ما هو ممكن يصحصح دلوقتي وعادل على بعد خمس ست مباريات تلاقي الدنيا رجع التاني زي ما هي ده المباراة كل إسبوعين مطش يعني أنا أقولك إيه إن أنت ممكن شوية يتم إيه لأ بقى أنا أخلي بالي إن المباراة الجاية للنادي الأهل أمام الهلال لازم يحكم يبقى كويس المباراة اللي بعدها وعنته فاجأ كما كنت جرس انذار تبنى عليه الخطوة اللي بعدها بس هو جرس انذار خطوة بعدها لازم تكون في تحرك من مسؤولين لأن في 13 نادي اللي تابع الاتحاد اللي فيك خلال الفترة السابقة كانت فيه اجتماعات ل13 نادي اللي هم أعلى أندية تصنيفا في القرى الإفريقية على مستوى رؤساء الأندية بيحضروا اجتماعات لتطوير اللعبة وفي أحد هذه الاجتماعات حضر جياني إمفنتينو رئيس الاتحاد الدولي والهدف تطوير اللعبة إذا الأندية الكبيرة في القرى الإفريقية مازينبي الأهلي الترجي الوداد ليها دور الفترة الجاية بسبب الأخطاء التحكمية كلها دور كلجنة مسابقات وترخيص ولجنة أندية مع المكتب التنفيذي في الفترة الجاية عشان يكون في لجنة حكام محترفة دخل الكاف ممكن تكون خطوة لكن في البداية جرس انذار وشكوى رسمية عشان الخطوات التالية بالزبط كده هو أنا عايز أقول لك الحاجة هو إمفنتينو قال إيه خلي بالك في الفترة فتن بعدما قال دوري الأفريقية ده دوري الأفريقية المحترفين ده ما تكلمش على حاجة تانية في أفريقيا إلا الحكام قال لك بقى إحنا عايزين من ضمن هذا البرنامج هو الصرف على التحكيم على الحكام بحيث أنه يكون مستوى التحكيم في أفريقيا على المستوى العالمي عشان مش بعدما أفريقيا اللي هي الوقتي ده أنت خلي بالك أنت تفرج على أوروبا أنت بتشوف نسبة ما لا يقل عن 30 إلى 40% من اللعيبة اللي بيلعبوا في أوروبا أفرقا يعني إحنا وصلنا إلى مستوى أنه أنت بقى مثلا أكتر من أمريكا الجنوبية يعني العدد للأفرقا كمان كم سنة هيزيد على عدد مستودع المهارة والموهبة في العالم اللي هي أمريكا الجنوبية لعبة البرازيل والأرجنتين وكلام منها لعبة الأفرقا هيزيدوا عليه فمعنى كده أنه أنت عندك مستوى فني عالي عندك عناصر ممكن تتسيد العالم لأن احنا عندنا من شاكرة دلوقتي يكفي أن الدورة الإنجليزية كنا نتكلم بسيطة الثلاثة هدفين أفرقا للدورة الإنجليزية صلاح وساد يوماني وموميانج بالضبط التلاثة أفرقا يعني ساعدين جدا بأننا تشوف أن هذا المستوى من اللعيبة الأفرقا وأنهم وصلوا للمستوى العالمي وأنك أنت بتقول كان زمان لو شفت لاعب كده وسط الثلاثين الأوائل في العالم واحد بس من أفرقا كان في توقيتها جورج وايا وبعد كده درقبة بالضبط يعني كان جورج وايا خش هو اللي خات أحسن لعب في العالم طبعا لكن كنت تلاقي بعد كده إدته يخش يبقى نمر 22 نمر 25 أنت دوقتي في قائمة التلاثين تلاقي خمسة ستة سبعة وعمالين يزيدوا مراكل مختلفة كمان بالضبط بتشوف كده حراس مرمى زي حرس آيكس بتشوف مدفعين حرس كاميرا بتشوف أنانا بتشوف لعبة كتير جدا الوقت في كل المراكز بتبقى على المستوى العالمي موجودة في قائمة التلاثين وموجودة في المنافسة على كل الألقاب وموجودة حتى في الاختيارات الشهرية على مستوى الأندية كتير جدا بتشوف لعب أفريقي هو يكون الأفضل لعب في النادي ده في الشهر الفلاني وهكذا استفتأت كترة قوي فبقى اللعب الأفريقي موجود طب ليه التحكيم لا يصل إلى هذا المستوى اللي احنا منتكلم عنه للكرة الأفريقية هو ده تتكلم عن الإنفانتينو قالك إيه أنا هستسمر الفلوس اللي جاية وقال مليار دولار من البطولة ديت قالك المليار ديت نعمل ملعب في كل ملعب على مستوى العالمي في كل دولة أفريقية فأنا شايف حكاية الملعب دي مهمة قوي قوي يعني شايفه هو تكلم على الحاجتين بغض النظر عن البطولة ديت اللي هي أعتقد صعب قوي تتنفذ اتكلم على حاجتين مهمين جدا قالك ملعب في كل دولة أفريقية بمقاييس الفيفا يعني ملعب أرضية كويسة بمدرجات كويسة الفيفا الفيفا اه مش مقاييس الفيفا اه وقال لك مقاييس الفيفا وهو في ملعب مازمبي اه بالضبط اللي هو موجود في ملعب مازمبي نعمل لتغييره اه وقال لك نمر اتنين على طول قال لك الحكام وقال لك أن يتم مكافئات الحكام دي تكون مش مش من مش بيتحملها أي جهة أخرى لكن يتحملها المشروع نفسه يعني المشروع هو اللي يتبنى اه دخل الحكام اللي هو بي طبعا بي حيزيد اه جدا هو قال انه هو حيتضاعف فيه اه اللي هو مقابل التحكيم هو بيرسط حوالي مليار دولار من البطولة دي اذا تنفذت والمصاريف دي هي بقى تتصرف على الاندية وعلى التحكيم وعلى تطور اللعبة والملعب لكن الأهم ايه نرجع ونلف برضو احنا عملين نلف بده هي في الأساس هي في الأساس هات لي بقى مش مليون دولار هات خمسين مليون دولار وحط لي كده نوعية قندو ده في البطاعة ده مش هتاخد تحكيم برضو أو سليمان أباري أو المجموعة دي مستطر حد ولا توصل لكن في النهاية لازم انتقاء تعمل استراتيجية وطحة المعالم وطحة والناس عارفها وكلنا نكتب عنها وانت تقعد هنا في البرنامج تتكلم عنها استراتيجية وطحة المعالم ويبدأ تنفذها وأقول حنفذها مثلا لغاية سنة 2030 عشان يبقى عندي حكام أروح كسعالم كده في 30 حكم ألاقي منهم 19 من أفريقيا هو ده الكلام اللي احنا عايزين نوصل في النهاية وأنا بغتل معك دكتور طارق لأن ملف التحكيم خد مننا وقت كتير جدا وكان مطلوب لأن خد مساحة الرأي اللي عام كله بيتكلم عليه من المبارح لغاية النهاردة والسوشيال ميديا وحتى الإعلام بيتكلم عليه في شكل بير جدا اللي عايز يعرف الأزمة في الاتحاد الإفريقي والأزمة في التحكيم الإفريقي يشوف الأحداث اللي حصلت خلال التلتة أربعة شهر اللي فاته موقف مع جهد جريشا موقف مع الحكم الأسيوبي تسيمة في نهاية إفريقيا اتقلك إنه حصل مع إيه ده مليون مصيبة في الحكاية دي حصل معي ده تكلموا على رشوة وكلموا على صور معاه لي ما عرفش حد التقاطها خلصة يعني تكلموا على 500 نقطة وفي النهاية وقيل إنه هو أقدم شكوة لأنه يتضرب من أحد المسؤولين والشكوة حفظت يبقى الفكرة إحنا بنتكلم في التطوير وبنتكلم في الشكل العام الفني اللي ممكن يطور اللي عمي ويطور التحكيم المشكلة أكبر من كده بكتير يعني أكبر من كده المشكلة أكبر من كده بكتير ولو ما حطراش والله يا دكتور طرق إيدينا على مفاتيح اللعبة نفسها مش اللعبة اللي هي لعبة كرة القدم لا مفاتيح اللعبة اللي هي في اتخاذ القرار في ملف التحكيم الإفريقي تحديدا المواقف ده تتكرر كتير ومش هنخلص منها وعطيح سلتاني وثالت ورابع هتتكرر آخر أربع شهور اللي حصل في بطولات إفريقيا والتحكيم الإفريقي مطشي الوداد والترجي جهاد جريشا بكاري جسامة بابلكة سيمة رئيس لجمية الحكام عضو مكتب تنفيذي مش حاكم دولي الملفات دي لو حطنا قدنا عليها وشفنا كيف تدر الأمور تحديدا في ملف التحكيم الإفريقي مش هنخلص وتفضل متكررة وهتحصل لغاية مباركة إفريقية مزبوط صح مالا غلط مزبوط تماما إن احنا لو ما كانش فيه استراتيجية واضحة احنا هنفضل نقع في نفس الأخطاء وهيفضل نفس التحكيم يفسد البطولة وهيفضل نفس الرد الإفعال احنا بدل ما بنتكلم من برح على مباراة المفروض إنه مباراة من أفضل فريقين المصنف الأول في أفريقيا في التصنيف الأفريقي منذ انطلق التصنيف سنة 94 حتى الآن النادي الآلي ومصنف الثاني اللي هو النجم السحيلي المفروض إنه مباراة قمية يعني في أفريقيا احنا بننبرح للنهاردة لاتكلمنا فنيا ولا قولنا حاجة بنتكلم فقط على مصايب اتعاملت من حكم وأصرت على انتيجة المباراة وأظهرت المباراة في شكل متواضع جدا بالنهاية قدام كل الرأي العام وقدام كل العالم يعني دكتور طاري أنا بشكرك شرفتني ونورتني وتمنى كانت في ساحة الوقت أكبر من كده لكنا عندنا تفاصيل المتعلقة حتى بالدوري وجدول الدوري واللي جاي في الدوري العام لكن للأسف في ساحة الوقت كانت قسيرة لازم يتكلم عن النقطة دي لانها حديث الساعة انت مفيش حد يتكلم حتى أنا شفت كذا صحيفة في أفريقيا يتكلموا على ما حدث في المباراة دي من شكل سيء جدا للتحكيم الأفريقي ولكرة الأفريقية بشكل عام هتتقرر للفترة الجاية حلقات أخرى ونتكلم في موضوعات أهمة بالنسبة للمشاهدة الفترة الجاية إن شاء الله شكرا لك فقرة كانت مهمة جدا لكن لم تنتهي ولم ينتهي الحديث فيها لأن هذا الملف ملف مازال مفتوحا والملف ده يبدل مفتوح خلال الفترة الجاية حتى لو وصلنا لنهاية أفريقيا يوم 29 مايو أو 28 مايو في العام القادم لأن ملف التحكيم الأفريقي مليء بالتفاصيل والكواليس والموضوعات لو دخلنا فيها الناس هتتفاجئ بكلام كبير جدا الفكرة مش فيه اتحاد مهيمن على ملف التحكيم الأفريقي في هذا الاتحاد ليه سيطرة فالحكام بيقفوا في صف هذا الاتحاد أو صف أندية هذا الاتحاد الفكرة مش فكرة اتحادات الفكرة فكرة أشخاص لها علاقات في هذا الملف بالتالي بنوصل لهذه المرحلة حكم بيكون سهل السيطرة عليه يوصلك لهذه النتيجة بهذا الشكل هذا الملف فيه أمور أكبر من فكرة خطأ تحكيم بيحصل في مباراة أو تجميع أخطاء تحكيمية عبر سنوات سابق أتمنى للملف ده الفترة الجاية محتاجين نفتح فيه بشكل كبير جدا لأنها يكون لألاقة بمباراة الأفريقية القادمة بشكل مهم جدا والمنافسات لسه في أولها ناصق إن شاء الله في النادي الأهل والرجال واليعابي وجهازه الفني هيتصدروا المجموعة ويتأهلوا المرحلة الدور ربع النهائي لكن الدور ربع النهائي ماذا سيحدث السيمي فاينال المباراة النهائية ملفات مهمة جدا محتاجين نفتح في هذا الموضوع كما فعل سابقين في أندية أخرى حفظت على حقوقها في هذا الملف حتى الرمق الأخير وبتحافظ بشكل كبير على حقوقها في هذه البطولات الأفريقية اللي بالتأكيد بتكون من حقوقها أنها تفوز بهذه البطولة نزيجة أنها بتشتغل بشكل كبير جدا على الفوز بدون أبطال الأفريقية إلى هنا بكتفي بهذا القدر وبشكر مشاهدين ومتابعين على حسن المتابعة والمشاهدة وألتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهل الليلة اشتركوا في القناة